موضوع اليوم سيكون حول مرض تساقط ريش الطائر حول الرقبة والصلع وسندكر أسبابه هو العلاج طبعا هذه المشكلة يعاني منها الكثير من المربين وتساقط ريش حول الرقبة له تقريبا ثلاث أسباب رئيسية سندكر هذه الأسباب مع العلاج وإذ لم نعالج الطائر مبكرا فسينتج عن ذلك تساقط الريش في الرأس بالكامل وتساقط الريش في الصدر ويصبح الطائر تقريبا أصلع لذا وجب المعالجة الطائر بسرعة عند بداية تساقط الريش حول الرقبة السبب الأول الذي يجعل الريش يتساقط حول رقبة الطائر وهو الفاش نقص نظافة القفص ونقص تقديم الدوش والتشميس للطائر يؤدي إلى تكاتر الفاش في القفص ويكون سببه سقوط الريش حول الرقبة والفاش يستهدف الأوعية الدموية الظاهرة أي سيستهدف المنطقة التي بها الصلع ليسهل عليه امتصاص الدم وستبقى هذه المنطقة خالية من الريش بسبب الفاش وكعلاج لهذه الحالة أولا يجب أن تعزل الطائر المصاب في قفص لوحده هذا أول شيء دائما عندما نرى طائر مريض أو يعاني من أي شيء نقوم بعزله في قفص لوحده عند بقية الطيور حتى لا تنتقل العدوى إلى الطيور الأخرى علاج الفاش عند الطيور يوجد أدوية تباع عند محلات بيع الطيور كالبخاخ الذي يقضي على الفاش أو البودرة أو يوجد عدة مواد كيميائية ولكن أنا دائما أستعمل المواد الطبيعية في علاج الطيور وسأعطيكم وصفة تقضي بها على الفاش طبيعيا أولا بعد فصل الطائر لوحده تقوم بتقديم الدوش والتشميس يوميا للطائر بخل التفاح ثم تعطي للطائر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع الحلبة في الماء بدور الحلبة نقدم ثلاث حبات من بدور الحلبة في مشربية الطائر لمدة 24 ساعة مع تغيير الماء نقدمها مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع مع كما قلنا تقديم الدوش بخل التفاح يوميا وبعد 15 يوم سبوعين تقريبا سيتحسن الطائر ويبدأ الريش في الظهور مرة أخرى الآن ننتقل إلى السبب الثاني السبب الثاني اللي يخلي ريش الرقبة عند الطائر يسقط وهو أن الطائر يبقى صهران في الليل يعني الإنارة تبقى مشتعلة لساعات متأخرة في الليل وهذا السبب يؤدي إلى تعب الطائر كثيرا وسقوط ريش رقبته يفضل دائما الإنارة التي نستعملها للطيور تكون كالإنارة الطبيعية يعني من الأفضل الطائر ينهض في الصباح الباكر مع دوء الصباح وينام مع المغرب هذه أفضل إنارة للطيور السبب الثالث الذي يجعل الريش رقبة الطائر يسقط وهو أن الأنتة تكون قد وضعت بطون كثيرة خلال مرحلة التزاوج طبعا هذا يحدث عند الإينات في مرحلة التزاوج عند وضعها لبطون كثيرة فتتعب الأنتة ويكون الفاش بكثرة في الأحشاش مما يؤدي إلى سقوط ريش الرقبة دائما الحد الأقصى للحفاظ الحد الأقصى للبطون التي وجب وضعها من طرف الأنتة يكون أربع بطون على حد أكتر للحفاظ على صحة طيورك أتمنى أن الفيديو أعجبكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر